اداعش اثماني جراء القصف المتواصل على بلدتنا ليل النهر أثناء الزحور ما تم ثقوط عندنا في بلدتنا بلدة الغنطو الشهيد رامي استيف والشهيد مصطفى عسار واثنى عشر من الجرحة منهم بحالة فطرة الله أذبر على بشارة الأسد الخار وأبن الأفضل هذا حامنا في بلدنا بلدة الغنطو اداعش اثماني جراء القصف المتواصل وماذا للقصف مستمر كان معكم أبو عمر بلدة الغنطو الثاعة الثالثة ونصف صباحا هذا حالنا تكبير الله أكبر نحن كل من شاء الله مشروع شعادي شهادي ودور شفعاء عند أهلنا وناسهم الله أكبر